التنسل سمى من سمات البشر وتحتاج إلى رجل وامرأة أو إلى الحيوان المنوي والبويضة شاهدنا في الفيديو السابق كيف تتكون البويضة وتنطلق من المبيض إلى قناة فالو وإذا حدث الجماع في تلك الفترة فإن السائل المنوي للرجل يحوي حوالي 400 مليون حيوان منوي فتنطلق الحيوانات المنوية في رحلة عبر الرحم وقناة فالو لتصل إلى البويضة يصل من هذه الحيوانات المنوية 200 حيوان فقط ينجح حيوان واحد في الدخول إلى البويضة تاركاً دايلة وراءة وعندها يصبح جدار البويضة منيعاً لأي حيوان آخر وتتحد نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة لتكون الزيغوت وتبدأ البويضة في الإنقسام لتكون خليتين ثم أربعة ثم أكثر مع حركتها وانتقالها في قناة فالوب لتنتقل إلى الرحم فاستغرس نفسها في جدار الرحم الإندومترام المعدل مسبقاً لاستقبال الجنين ثم تبدأ بعد ذلك في تكوين المشيمة والحبل السوري والمشيمة هي التي تمد جميعاً بالتغذية خلال فترة الحمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر